المترجم للقناة تلك الدولة كذا بس وين حبل الله أين حبل أهل البيت عليهم الصلاة وأسكى السلام أين السبب المتصل بين الأرض والسماء نفكر عند كل مصيبة في كل شيء الكثير من الناس ما نفكر في السبب الواقعي الأمور كلها بيد الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بين أنفسهم قلبك خلي يكون صدق معلق بالله وبأهل البيت عليهم السلام شوف الكون يتغير أو لا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السلام ولكن كذبوا ماشي نبدأ ربهم الكذب موجود في الأسواق وغيرها التدليس يعني وضعنا نفس الوضع ليش الله يغير ما بيننا ليش أمثال هؤلاء المسوخ يسيطرون على البشرية ليش لأننا وضعنا وضع غريب وضع غريب يعني الغيبة موجودة هل قلت الغيبة؟ يعني روحوا إلى مختلف المحافر مع ظهور أي ابتلاء إلهي أي بلية إلهية غريبة أو غير غريبة هل الغيبة تقل في المجالس؟ شوئين خاف من الله؟ ولنبلونكم شنو بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وثالة ابتلاء لكن المشكلة نحن كما نحن الله يقول أكلكم إلى أنفسكم أنتوا تدبيراتكم تفضلوا حتى تشوفون شنو تذكرون أن لكم صاحبا غائبا أو لا هاك تصورون الأمور بذقائكم بعقليتكم بتدبيركم بتخطيطكم هذا هو البلاء الحقيقي